أشارت الصين إلى أن عمليات حفظ السلام لأمم المتحدة هي وسيلة مهمة للحفاظ على السلام والأمن في العالم وأفراد قوات حفظ السلام هم أصول مهمة بالنسبة للسلام العالمي مؤكدة أنه يتوجب تقليل مخاطر سلامتهم إلى المستوى الأدنى وذكر الجانب الصيني أن تركيز موارد متفوقة لحل التهديدات الرئيسية التي يواجهها أفراد قوات حفظ السلام مثل كوفيد-19 والعبوات الناسفة مؤكدا على التقدم مع تطور العصر وتقليل خسائر الأرواح لأفراد قوات حفظ السلام أبرى عمليات وقائية وأشهدت مختلف الأطراف بدور الصين القيادي ومساهمتها في مجال حفظ السلام وخاصة سلامة أفراد قوات حفظ السلام وأبرمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن البيانة الرئاسية الذي ساغته الصين بإجماع والذي يظهر أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى توافق جديد حول تعزيز سلامة أفراد قوات حفظ السلام في ظل الوضع الجديد